أكدت وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم على أهمية دور أبناء مصر المقيمين بالخارج من الأطفال والشباب في نقل صورة إيجابية وصادقة عن مصر وقدرتهم على تقديم الدعم اللازم للوطن في شتى المجالات كذلك خلال ندوة النقاشية عقدتها وزيرة الدولة للهجرة مع الأطفال المشاركين في المعسكر الخامس لجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج وذلك في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وقت هذا المعسكر في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية اتكلم عربي التي أطلقتها وزارة الهجرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب التمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج نهاردة بتبدأ فعاليات المعسكر اتكلم عربي لأبناء المصريين في الخارج بالشراكة مع شركة والسبرينج والحقيقة هي شراكة امتدت لأكثر من 20 معسكر فعلي قبل جائحة كورونا وأكثر من 15 في ظل جائحة كورونا عبر تقنية زوم النهاردة أول معسكر فعلي في شرم الشيخ مرة أخرى أكثر من 50 طفل وطفلة من كل أنحاء العالم جوم شرك وفي هذا المؤتمر المعسكر كنت سعيدة جدا جدا أن هم متواجدين كان أول بقى لقاء لي النهاردة ببدء فعاليات هذا المعسكر وكلمنا عن حاجات كتيرة جدا بالتأكيد شعار المبادرة الرئاسية اتكلم عربي الهوية والثقافة واللغة ولابد من الحفاظ عليها وأيضا ما حدث في مصر بعد 30 يونيا والمشروعات القومية والولاء والانتماء للدولة وجنودنا الأبطال في شمال سيناء اللي بيدفعوا عن دولتنا وهم الولاد متطمنين على بلدهم في الخارج فكان لقاء ثري كنت سعيدة جدا بيه وسعيدة بتفاعل الأولاد بيه وإن شاء الله إلى معسكرات قادمة بإذن الله بحب قوي الفكرة اللي نتكلم عربي عشان ديها تساعد يعني تساعدنا لما نكبر ويعني ممكن نساعدنا بره من إيطاليا عشان يعني نوري للناس يعني بره مصر مره يعني مصر حاجة حلوة واللجعة بتاعنا حلوة كمان